اشتركوا في القناة الصوت حرف الصاد الحصة الرابعة وكما تعودنا دائما أولا قراءة الكلمات البصرية إذا لذين هذا هذه أكتوبر الأحد أمام الأثنين صفر أنا الثلاثاء ما هي الأربعاء نوانبير الخميس ربيع الأول فتح الجمعة السبت أعيد أبنائي قراءة هذه الكلمات والآن مع وضعية الانطلاق نتذكر نشيد الصاد أنا الصاد أنا الصاد صحبة الحروف أنتقل متصلا في الصباح ومع القناس أنفصل أعيد أبنائي أن نشيد عدة مرات والآن نقرأ لوحة الحروف للوحدة الثانية عليكم أنتم بقراءة هذه اللوحة كاملة وأنا سأقرأ فقط حرف الصاد لدينا الصاد مع الحركات القصيرة والصاد مع الحركات الطويلة إذن لدينا ص ص ص ص ص ص ص أنتم عليكم بإعادة اللوحة كاملة والآن لاحظوا معي أبنائي هذه الكلمات وارددوها معي لدينا صفوف صاد فصل صبر صابر فصول لص صراسير رصاص بصل لصوص صبور بصيص أعيد قراءتها أبنائي والآن مع التفيئ لدينا هنا ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها كلمة مختلفة وهنا الكلمة اختلاف في الحركة ونتكلم عن الصاد في آخر الكلمة إذن لدينا لص صف صاد ما الكلمة المختلفة؟ والتي ظهرت لنا مختلفة لأننا سبقنا وأن تعرفنا على الصاد مع الحركات القصيرة ومع الحركات الطويلة إذن الكلمة أو الشيء الذي لم نتعرف عليه بعد نعم لدينا لص الصاد مع تنوين الفتح لدينا صلب فصول برس نعم ما هي الكلمة؟ نعم كلمة برس لدينا صفر رصاص مصير ما الكلمة المختلفة؟ نعم جيد إنها كلمة رصاص إذن الكلمات التي حصلنا عليها لص برس رصاص لص لص ثم لص لص صن الآن مع التجزيء المقطعي حاولوا أبنائي تجزيء هذه الكلمات لدينا ص صن والمقطع الأول وقبل ذلك نجزئها بالتصفير لدينا ص صن إذن المقطع الأول ص المقطع الثاني صن والمقطع المتضمن لحرف الصاد مع التنوين صن صن بصيصا لدينا ب ص صن إذن المقطع الأول ب المقطع الثاني ص الثالث صن والمقطع المتضمن للصوت أو حرف الصاد مع التنوين صن لدينا رصاص ر ص صن إذن ثلاث مقاطع المقطع الأول ر الثاني ص ثم أخيراً صن والمقطع المتضمن لحرف الصاد مع التنوين صن إذن حصلنا على المقاطع صن 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 لدينا المقطع صن يتكون من حرف الصاد زائد تنوين الكسر إذن نعيد صن 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 أعيدوها عدة مرة أبنائي والآن مع الحذ لدينا إذن لدينا كلمة صدور نهدف المقطع س نهدف المقطع س صارت لدينا دور لدينا صميم نهدف المقطع ص صارت لنا أو حصلنا على الكلمة وهي نعم ميم لدينا صبور نهدف ص صارت بقيت لنا أو تبقت لنا الكلمة بور إذن لدينا صدور صارت دور بعد الحذف صميم صارت ميم صبور صارت بور حاولوا أنتم كذلك البحث عن بعض الكلمات وحدف بعض المقاطع للحصول على كلمة شديدة والآن مع تطابق الصوتي الخطي إذن هنا مرروا أيديكم على حرف الصاد كيف يكتب وقرأوه مع التنوين إذن لنا تنوين الفتح تنوين الضم تنوين الكسر إذن نقرأ صن 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 والآن نأخذ الكراسة كراسة القراءة ثم نأخذ التمرين رقم خمسة أقرأ السؤال والجوابين ثم أضع علامة هذه العلامة بالأخضر قبل الجواب الصحيح قبل الجواب الصحيح إذن نقرأ السؤال ماذا في يدي صابر ماذا في يدي صابر إذن نقرأ الجوابين في يدي صابر صوص في يدي صابر بصل ما الجواب الصحيح انظروا جيدا ماذا يوجد في يدي صابر نعم في يدي صابر صوص والآن مع التمرين الرقم ستة لدينا أقرأ ثم أكتب عدد حروف اللام وعدد حروف الصاد إذن نقرأ أولا ثم نكتب عدد اللام وعدد حروف الصاد إذن لدينا براد بلبل صلى سلم بدر صفر فصول لصوص فرس ونقوم بعد المقاطع أو مقاطع حرف اللام إذن قوموا بعدها قبل أن نظر إلى الإجابة إذن لدينا في بلبل لامان ثم صلى واحدة هي ثلاثة سلم أربعة فصول خمسة ثم لصوص ستة إذن حروف عدد حروف اللام ستة نمر إلى الصاد لدينا كلمة صلى واحد صفر اثنان فصول ثلاثة لصوص اثنان إذن ثلاثة زائد اثنان خمسة إذن حرف الصاد أو عدد عدد حروف الصاد خمسة حاولوا الإجابة قبل الاستماع إلى الجواب أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الحصة وتعرفتم على الصاد مع التنوين حاولوا مراجعة جميع الحروف السابقة للإستعداد للإمتحان وقرأوا جميع المقاطع التي سبقا وأن تعرفنا عليها في أمان الله ولا تنسوني من صالح دعائكم موسيقى السلام السلام